اشتركوا في القناة 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 موجود للي بحب يتفرج عليه بالتفصيل آخر البرزنتيشن هون بمبلش نحكي في الأشياء اللي أنا ببحث عنها قاعد طبعا هون أنا في البضي مسموح لي أحط عدد يعني عدد مش محدد للسكشنز يعني بناء على عدد البحث مثلا أنا بدي مثلا أنا قاعد بحكي عن heat exchanger قاعد بحكي عن ثلاث أربع أنواع من الفنز مثلا ممكن أحط ثلاث أنواع ممكن أحط أربع بناء على الإشي اللي أنا بدي أعمله مثلا بدي أطور إشي معين لازم أحكي عن الأشياء اللي في نفس المجال طبعا ما ننسى هون إشي كثير مهم اللي هو موضوع الheadings موضوع اللي هو في عنا headings في عنا sections وفي عنا subsections رح نحكي عنه هسا كمان بالفورمات آخر إشي باجي بحكي الconclusion هسا أنا الinformation هاي اللي أنا جماعتها ملتلها collection لازم أجي زي ما بحكي ألخص الخلاصة منها يعني أنا في عندي معلومات معينة لازم أطلع شو أنا الخلاصة هاي من المعلومات هاي بحيث أني أكون جاهز أدخل على الmethodology معاي خلاصة معين مثلا أنا فيه في بالي حل معين لproblem معين مثلا في research أو تطوير معين أنا بكون جمعت الexisted solutions كلها هاي مثلها summarize جمعتها ممكن أجمعها بtables ممكن أشوف يعني طريقة معينة لتجميع هذه الداتا وكمان ما ننسى هون في الconclusion بحكي عن recommendations لازم أعملها بالmethodology يعني أنا باجي بحكي والله أنا شفت أنه الكفاءة قليلة مثلا في هذا النوع من الفنز فأنا ممكن أطور عليه في الmethodology بهاي الطريقة وهكذا يعني بحيث أني أنا أشوف شو الأشياء اللي جمعتها وأحاول أطور عليها طبعا literature review أي إشي بجيبه من المصادر لازم ينحط أول بأول في المصادر طبعا هاي مثال conclusion بتكون فقرة بسيطة يعني معي الخلاصة وزبدة الكلام اللي كنت أحكيه وأشرحه بالتفصيل من الأشياء اللي جمعتها خلال في خلال البادي يعني في البادي هسا بعد ما أخلص الconclusion تمام وبعمل recommendation أنا هيك فعليا بكون خلصت literature review وهسا في شغلات لازم نرأيها وإحنا بنكتب literature review زي ما حكينا أنه لازم تكون من 2500 ل 3500 زي ما حكينا أنه number of sections غير محدد لكن هي لازم تكون mainly من 3 parts لكن في البادي ممكن أحط في عنا second headlines مثلا عندي شابتر واحد مثلا الشابتر الأول بيتكون من عدة من عدة عنوين هاي بتكون اللي هي second heading headlines بعدين في عندي third subsections اللي هي كل عنوان ايش بيتكون يعني اللي هي عبارة عن subsections آخر إشي أنا ببس ببلج أشرح في subsection هذا مثلا عن إشي معين بحكي عن efficiency عن الكوست الأخري إشي مفصل بيكون عبارة عن normal line والspace زي ما حنا عارفين بتكون between lines واحد ونص وهيك إحنا بنكون لخصنا يعني بشكل مبسط وسريع عن literature review طبعا إذا في أي أسئلة أنا جاهز إن شاء الله